وليفاتي بنتكلم مع حضراتكم عن أحد الأبطال المصريين أشرف مروان كنا بنتكلم على أنه فيه دعاءات كتير وهي مش جديدة يعني هي بقالها فترة طويلة حتى أعتقد من أيام ما كان يعني لسه عايش أنه هو عميل مزدوج أو هو عميل إسرائيل أو ما إلى ذلك وتكلمنا الأسبوع الماضي على أنه فكرة بطل في الجيش المصري ويتم تكريمه من قبل عدد كبير من رؤساء أكتر من رئيس لجمهورية مصر العربية وتم تكريمه ومنحه العديد من الأوسمة والأنواط فده أعتقد أنه شهادات كثيرة جدا أيضا جاءت في حقه تؤكد على وطنية هذا الرجل الحقيقة أنه اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير تنمية المحلية الأسبق أكد أنه أشرف مروان لم يكن عميلا مزدوجا كان ظابط وطني كان ليه اتصال تليفوني مع الكاتب الأستاذ جمال طه ردا على مقاله الأخير اللي كان كتبه بعنوان الاختيال الثاني للملك المنشور في الوطن بتاريخ 31 أغسطس 2018 وقال فيه أنه يعني اللواء محمد عبدالسلام المحجوب قال في هذا الاتصال أنه أنا كنت مسؤول عن تدريب أشرف مروان قبل دفعه لاختراق المساد ضمن خطة الخداع استعدادا للحرب وشاركت في تشغيله ضمن طاقم عمل على أعلى مستوى ليتناسب مع أهمية هذه العملية مروان لم يكن عميلا مزدوجا كان ظابطا وطنيا وأرفض التشكيك في ولائه وقال كمان الحقيقة أنه بكى كثيرا يوم وفاته وأنه مصر هي دولة مؤسسات وأنه يدرك كل منها ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله وأنه جنازة مروان كانت مهيبة وكانت تكريما لشهيد والحقيقة أنه الأستاذ جمال طاها كمان في نفس هذا المقال المنشور في صفحة الرأي في الوطن قال أنه سألوا على استحياء عن سبب بكاؤه فأجاب بصوت حزين كما وصفه أستاذ جمال طاها وقال أنه مروان لم يكتفي بما قام به من دور وطني وإنما تجاوزه بالتمسك بعدم الكشف عن أسرار مهمته حتى يبرق سحته يعني كان يقدر الحقيقة أنه يبرق سحته وكان يقدر يكلم عن حاجات كثيرة كلف بها من الدولة المصرية لكنه لم يفعل ذلك رغم الهجوم الضاري والتشويه لزي ما وصفه اللي هو محمد عبد السلام تشويه رخيص تعرض له أشرف مروان الحقيقة أنه الاتصال ده اللي جامل اللي هو محمد عبد السلام المحجوب الكاتب الصحفي جمال طاها ده تأكيد على ما ذكره فيه مقالته بأنه أشرف مروان كان بطل مصري شجاع وأنه على الرغم من أنه أسهم الاتهامات المسمومة طالته وطالته على مدار سنوات طويلة الحقيقة كمان وحاول التنال منه على مر السنوات الماضية لكن التاريخ لا يمكن تزيفه ولا يمكن تزويره ولا يمكن أبدا قلب الحقائق ترجمة نانسي قنقر